يقول أن هناك موقع من السعودية رافض لكل ما يقوم به الانتقالي ولكن يجب أن نتفهم الدور السعودي باعتبار أنه لديه شريك مثل الإمارات وأيضاً ربما لا يرغب في التصعيد مع الانتقالي في الوقت الراهن لكن هناك اتفاق كما يقول بعودة الحكومة ولكن مسألة الضمانات ربما لحماية هذه الحكومة مجهولة بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم جميعاً الحقيقة أن المملكة العربية السعودية عودتنا على الاتفاقات الورقية لكن على واقع الميدان والأرض لا يطبق منها شيء وآخرها اتفاق الرياض واتفاق الرياض الثاني والآن نحن في اتفاق الرياض الثالث وكل المؤشرات على الأرض تدل على أن المجلس الانتقالي لم يتنازل ولم يدمج مليشياتها في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية كما نص ذلك في اتفاق الرياض ولم يسمح للحكومة بمارسة أعمالها بكافة صلاحياتها في عدن ولم يسمح لللواء الأول حرس رئاسي بالدخول إلى عدن لحمايتها ولم يعني يخرج القوات العسكرية لقتال الحوثي كما نص ذلك في اتفاق الرياض بل هو يعني يخرج دفاعات عسكرية كل يوم ويتمدد ويلتقي ويعين عيدرس الزبيدي يعني كرئيس داخل عدم ويريد من الحكومة أن تأتي فقط لتؤدي الخدمات وهذا شيء معيب في حق المملكة العربية السعودية أنا ترى اتفاق كهذا ثم يحصل هذا العبث كله على مرأة ومسمع العالم كله ويعني شبعنا بيانات وشبعنا تنديد وشجب أما على الميدان وعلى الأرض فلا تمالس المملكة العربية السعودية أي ضغوط حقيقية على المجلس الانتقالي وعلى أي أساس سيتم عودة الحكومة أو بعض وزرائيها إلى عدن الآن حسب ما أشيع في وكالة الأنباء السعودي والله يتوقع من هذه الحكومة التي تزعمها الأخ معين عبد الملك أن تقدم تنازلات جديدة وأن ترضخ وأن ترضى أن تكون حكومة خدمات لصالح الانتقالي وأن يبقى الانتقالي هو المسيطر على عدن والمتحكم في المدينة وأن يمارس عيد روسي الزبيدي كافة صلاحياته كرئيس موجود وأن يبقى هؤلاء الوزراء يؤدون خدمات لصالح المجلس الانتقالي لا أقل ولا أكثر توقع أن الحكومة ستعود؟ توقع أن يعود بعض أعضاء الحكومة وكما ذكرت أنت بعض أعضاء الوزراء الخدمية وهذا قد يعني يسرب إلينا أنه سيتعود بعض الوزراء خلال الأيام القادمة لكن هل ستعود الحكومة بكافة صلاحياتها تمارس دورها كحكومة داخل عدن؟ هذا لن يحصل أبدا في ظل وجود المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات وعلى فكرة كون الأخ العقيل أو غيره يقولون أن هذا لا يعترف به الإمارات هي تدعم ميليشيات في العالم العربي مش في اليمن وبس تدعم حفتر في ليبيا تدعم حركة الشباب في كسمايو تدعم هرقيسة وهرقيسة غير معتربها دوليا وهي التي تدعمها تدعم أيضا حركة الشباب وتدعم حفتر وتدعم أناس في القرى الأفريقي وتدعم المجلس الانتقالي وتدعم طارق صالح لا تبالي في قضية الاعتراف ولكنها تشكل لها يعني شركات أمنية أو ميليشيات أو عصابات بإمالها ومدرعاتها لتحمي مصالحها في البحر نعم عدل اليوم المجلس الانتقالي عقد اكتماعا لما وصفها بالجمعية الانتقالية أو على اعتبارها ما زالت تكون مجلس تشريعي لانتقالي تقد ما الذي يريده الانتقالي من هذه الخطوة؟ الانتقالي يبيع الوهم لأتباعة أنه يمثل أبناء المحافظة الجنوبية وأنه يسعى على مشروع الانفصال لكن في حقيقة الأمر أنه مشروع إماراتي بحت مشروع تعطيل بقودة الدولة وتغويض الحكومة ومنع رئيس الجمهورية ومنع البرلمان ومنع السفارات يعني شكل الدولة لن يكون في ظل المجلس الانتقالي لكن في المقابل هل ستكون هناك دولة جنوبية؟ لا يمكن بهذا التشكيل التي شكلتها الإمارات من منطقة معينة من شخصيات معينة من مرتزقة معينين لا يمكن أنه يكون مشروع للجنوب خارج عن أطار عبيا وشبوة وحضر موت والمهرة إلى منفذ الوديعة إلى منفذ شحن تسعين في المئة خارج نطاق عيدروس الزبيدي فهو يدور في مربع معين من زنجبار إلى الضالع إلى لحق ولكن أبناء المحافظات الجنوبية يرفضون هذا المشروع ولا يمثلن المجلس الانتقالي ولكن فيما بعد حرب الحوثي أو انتصل الناس إلى حلول الإمن يحق الأبناء المحافظات الجنوبية أن يكون لهم الاختيار فيما يريدون نعم لكن هناك تصعيد حاصل من قبل الانتقالي يأتي في أي إطار سيطرة على الموارد منع عصول المواطنين اليمنيين الشماليين إلى عدن سيطرة على المؤسسات الحكومية الإعلامية الآن يعقد ما وصفها بالمجلس الانتقالي وهو يفاوض أيضاً في المجلس التشريعي كما يقال أو الجميع الوطنية وهو أيضاً يفاوض في الرياض كيف يمكن فهم التصرفين مع بعضهما لنقول التفاوض في الرياض والتصعيد في عدن وهذا أيضاً عتب كبير أو عيب معيب كبير في حق المنوك العربي السعودي أن الوفد المفاوض في الرياض وهم يسقطون مؤسسات الدولة داخل عدن أسقطوا مؤسسات سبل الإعلامي وهو يستبدلوها باسم عدل للأنباء عدل للأنباء وهذا شيء مخل وخرق لاتفاق الرياض عيدروس الزبيدي يلتقي ويعين شلال على الشايق قائد لمكافحة الإرهاب في ظل وجود الوفد الانتقالي في الرياض هذا شيء يعني معي في حق المملكة العربية السعودي أن يقوم بهذه الأشياء وفي ظل وجود الوفد لكن يبدو لي أن هناك تناقم سعودي إماراتي وتقاسم أدوار وأن اليمن شعباً وأرضاً هو الضحية فتح بن نزرق قال أن هذا الأدار بما يؤدي إلى إسقاط ما تبقى من حضور الشرعية في المناطق المهرة وخاصة مسألة تعيين المحافظين تقد أن الحكومة قد تتنازل في هذا الجانب؟ لا السعودية لن تسمح بسقوط الشرعية كلياً لأنها سيكون مقودة في اليمن غير مبررة هي ستبقي على شرعية هزلية على شرعية اسم لنتكلم عن المكلة، سيكون، المهرة، شبوة لا يستطيع المجلس الانتقالي نفسه غير قادر على السيطرة أما هم يريدون هل سيمررون هذه المسألة؟ لكن وحدات الجيش الموجودة في أبيان وفي شبوة وفي سيكون وفي المهرة لن تسمح أبداً في تمدد المجلس الانتقالي وقد أريق الدماء أكثر من ثمانين قتيل في أبيان من يفكر أن يعود المجلس الانتقالي فهو يعيش في وهم في حلم قد يعودون من خلال تعيينات أو تنازلات في الرياض يعيشوا في تنازلات أو في أهوام لكن على الأرض لن يتقدم المجلس الانتقالي شبير واحد فقط أسيطر على عدن وهو يدور في مربعة وقلت لك الإمارات تريد أن توصد رسالة للعالم أنني أمتلك أرض أمتلك من عدن إلى اللاحق إلى الضالع إلى المخى مع أي قوات عسكرية إلى الانتقالي طارق صالح العمالغة أي تفاوضات في مسقط أو غير مسقط لا بد للإمارات تكون حاضرة ترجمة نانسي قنقر